بعض الأشخاص يا سيدي بيجي له وسواس عن ربنا وعن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين بشكل عام وكمان ويجي في شكل أسئلة هو بيسميها أسئلة وجودية وهي أنا بسميها أسئلة حائرة والحقيقة إن ده بيجي من فكرة السيولة الدينية وساعات يتكلم في اللي أنتوا بتعتبروا أصول في الدين ده أنا ليه أعتبر أصول في الدين ده فالإنسان لازم نعرف إن الأسئلة دي والأشياء دي الإنسان ما بيتولدش بالوسواس الإنسان ما بيتولدش بالوسواس وعشان كده لازم نهتم بدا ولذلك في شيء بيبان إن هذا الوسواس الإنسان ما بيتولدش به إن الإنسان بيولد على الفطرة فيولد على الفطرة ومعوش ده نعم القرآن تكلم على إن الوسواس ممكن يكون سببه الشيطان وسبب النفس الأمر بالسوق أما الوسواس المرضي ده اللي بيتحكم في الإنسان فده مصدره النفس الأمر بالسوء أفتكر إن أنا علاقتي أول ما كانت علاقتي بأحد المتقصصين في علم النفس وأحد الأسادزة هو فرح جدا إن أنا عارف الحقيقة دي إن الوسواس القهري ده شغلته من النفس الأمر بالسوء لإن الشيطان يوسوس بالحاجة وبعدين يبتعد مين اللي بيأخذ الحاجة ويشتغلها هي النفس الأمر بالسوء ولذلك لاحظ كده النفس الأمارة لأن الأمارة ليه؟ لأن بيتحول الوسواس ده إلى حديث نفس يأخذ وقت طويل ويأخذ وقت طليل ويستهلك الإنسان الله سبحانه وتعالى قال من الجنة والناس الشيطان يرمي الفكرة وتأخذها النفس الأمار بالسوء وتبتدت الشغل فيها فتحول الحاجة الممكنة إلى حاجة واقعة أممكن لكن هي تحولها إلى واقعة وتفضل تتعامل معها على إن هي واقعة وكمان لازم نعرف حاجة مهمة جدا السيولة الدينية اللي احنا فيها دي أنا بسمي لها سيولة ليه؟ لأن أغلبها جاي من فكرة التمرض ليه؟ عندنا شوية حاجات كده أن العلاقة بالسلطة الولدية بتأثر كتير جدا جدا على الإنسان فكتير منها ممكن يسبب التمرض وفيسبب لدى الإنسان وسواس دايماً أقول لهم كده والكلام دوات رجعناه مع المتخصصين بنقول إيه؟ إن المشاكل مع الرب سببها مشكلة مع الأب والأب هنا مش لازم يكون الوالد يعني ممكن تكون الوالدة كمان ليه طيب؟ لأن الواحد بيبقى عنده مشكلة مع السلطة العليا السلطة العليا دي كمان ممكن تكون السلطة العليا في المدرسة اللي كل واحد عايستخدم معه الوالدية الانتقادية بتاعت السبع ده فيبقى بعض الناس وقعوا في الوسواس ممكن يكون سببه وقعه تحت ضغط اللي عايز يبقى وقعه تحت ضغط ماذا؟ ضغط إن فيه سلطة بتحكم عليه وبتحاول بقدر الإمكان إنه تحسسه إن الدين اتجاه واحد فإذا رفض الاتجاه ده هو بيكون قراره إنه يروح للاتجاه التاني ولذلك لازم نفهم إن فيه فرق كبير جدا جدا إن الشخص يجوله وسواس ده ممكن يكون يجوله وسواس عشان هو عايز يبقى مسلم حقيقي بس المسلم حقيقي ما بيبتديش بالشك هو بيبتدي بالأخلاق إيه ده؟ انت مش هتقول لنا أنا مسلم حقيقي ما يبتديش بالشك يبتدي باليقين لا 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 مسلم الحقيقة يبتدي بالأخلاق واحد بيقول أنا مسلم في البطاقة أنا عايز أبقى مسلم حقيقي فابتدي أشك في الدين أصلا عشان وأقول مين اللي قال إن ده صح مين اللي قال إن ده صح لا عايز تبقى مسلم حقيقي أو عايز تبقى متضاين حقيقي يبتدي بالأخلاق ساعتها الأمور هتبقى سابة طب إيه في الإجمال كده إلى أسباب اللي بتسبب لنا الوسواس المخاوف واحد عنده مخاوف عالية المخاوف معاه هالقلق كمان والصدمة إنه ويحصل له صدمة التشدد تخيل أنا ثلاث تربع الناس اللي عندهم الوسواس الديني ده واللي بيقلب عندهم وبيسموه الحد وأنا بسميه سيولة دينية ثلاث تربعهم بيجي يقول لي إحنا كنا متربيين في تربية متشددة فأصبح التمرد تمرد على الدين فسمى نفسه بهذا الاسم وكمان الوحدة وكمان التفكير المعقد يبقى عندنا خمس أسباب أول حاجة منهم الإيه؟ المخاوف تاني حاجة الصدمة تالت حاجة التشدد رابع حاجة الوحدة خامس حاجة التفكير المعقد بيفكر بتفكيرات معقدة جدا 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 إنما إن إنسان يتولد وهو مسلم دي نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بيها نعمة زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكن أنا عايز أوصل بقى ربنا بعقلي مش هيحصل ده غير بإن أنا أعرف محاسن الإسلام فموضوع الوسوسة ده فيه درجات متفاوتة ممكن يبقى إن ربنا مش بيستجيب ليه ليه؟ أنا بقول لكم دلوقتي الظواهر اللي بتحصل ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى منشغل بحد تاني عني الناس الطيبين المؤمنين ولا لأ ممكن يتمد مع صاحبه مع صاحبه اللي يوصل للحاد إنه إيه اللي حاصل هو ربنا مش بيصاحبني ليه؟ ربنا سايبني الوحد ليه؟ إنما مصدر الوسوسة ممكن يكون الشيطان؟ آه ده في أول الأمر لكن النفس الأمر بالسوق هي اللي بتاخد المسألة كلها الدين بيحسان على إن إحنا نفكر ونعمل العقل لكن خلي بالك إن ما يدين العقل فيه ما يدين بيتقلق في العقل إن هي إيه؟ إن يبقى عندك أجوبة مقنعة وإنك تفهم كيفية تفعيل الوحي في الحياة لكن مش إنك أنت تيجي تتهم الوحي وتبتدي بالشك مش هو ده مجال الإيه؟ مجال التألق بتاع العقل لأن التألق بتاع العقل هو البناء إنه يبني مش التألق بتاع العقل إنه يهد الشك بيهد لكن التألق هو إنك تبني تقولي المعلومة دي لو أنا نسمعتها بتبني ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عنه حديث صحيح في صحيح اللبنة بخاري وهو في أعلى درجات الصح بيقول الحديث إن بعض الناس بيقول حضرت النبي يقول لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ إيه ده شوف الكلام ده؟ ففي رواية يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغوا فليستعذ بالله وليلتهي يعني إيه؟ أول ينتهي يعني إيه؟ ما ياخدش باله وما يلتفتش ترجمة نانسي قنقر